ايه مشاريع الراشد العباسي بيت الفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشرب دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتمتروا لتمتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم عليه musste أيضا من أحسا